لا اخوان لتركيا في العراق يخدمون اجندتها فمن هم رجالاتها هناك؟ سؤال طرحته صحيفة عرب وكلي التي تصدر من لندن في تقرير مطول كشفت فيه عن بعض جوانب استراتيجية تركيا للتسلل الى العراق تقرير الصحيفة اشار الى ان جماعة الاخوان ظلت بفروعها عبر المنطقة العربية في خدمة اجندة تركيا خاصة في العقدين الماضيين وباتت احدى ادواتها للتسلل الى الدول العربية منذ صعود الرئيس رجب طيب اردغان والعراق بالطبع ليس مستثنى من طموحات تركيا التوسعية ولكن عبر استراتيجية مختلفة بسبب عدم وجود فرع قوي للاخوان هناك فبعد الغزو الامريكي عام 2003 لم يتمكن اخوان العراق ممثلين بالحزب الاسلامي باللعب دور رئيسي بسبب الهيمنة القوية للاحزاب المدومة من ايران فضلا عن نظام المحاصصة الارقية والطائفية وللحفاظ على حصتهم في السلطة وامتيازات اخرى دخل اخوان العراق في تحالفات مع الاحزاب الشيعية وهو ما خدم في نهاية المطاف مصالح ايران في الوقت الذي تواجه فيه جميع الاحزاب الدينية سنية او شيعية طورة غضب في الشارع العراقية لهذه العوامل لجأت تركيا للتعامل مباشرة مع الاحزاب الحاكمة في بغداد وكردستان كما لعبت بورقة الاقليات والقومية وهو ما يتضح مع تركيز انقرة على مكون التركمان خاصة في كاركوك الغنية بالنفطة وعلى مدى السنوات القليلة الماضية لم تخفي انقرة محاولة دعم تركمان كاركوك وتمكينهم ما يسهل عليها الوصول الى الموارد النفطية الوفيرة هناك الامر الذي دفع كثيرا من العراقيين للتحذير من الاستهانة باطناع تركيا في العراق تحذيرات يعضدها خارطة متداولة في تركيا وتمت الموافقة على ادراجها بالمناهج الدراسية تظهر فيها محافظات الموصل وكاركوك وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية العراقية بالاضافة لاجزاء كبيرة من سوريا كجزء من الاراضي التركية